قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خمسة ملايين دولار دعما للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي للإسهام في مبادرة الابتكار في التناول وتوسيع النطاق والتكافؤ في التحصينات وذلك في إطار جهود سموه لدعم برامج التحصين في العديد من الدول النامية منذ عام 2011 وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان قدم 33 مليون دولار لأعمال التحالف العالمي للقاحات والتحصين خلال الفترة من عام 2011 إلى 2015 وبفضل الدعم المقدم سيتمكن تحالف اللقاحات من الوصول إلى 300 مليون طفل إضافيين وتزويدهم باللقاحات اللازمة لإنقاذ أرواحهم بحلول عام 2020 ترجمة نانسي قنقر